ده سوريا البطل بتاع فيلمنا اما دي فبتكون شترة والاحداث بتبدأ والشرطة بتقبض على واحد من اخطر رجال الاسابات وبيطلع المفاوض اجي في المؤتمر وبيقول مفيش مكان لمجرمين المافيا في الهند والفضل يرجع لمجهود الشرطة واللي هيقرب للدولة هيكون مصيره الموت وفي الوقت ده بيوصل سوريا لمدينة مومبي وبيستقبله صديقه في المحطة وبياخده وبيروح للبيت بتاعه وبيفاهمه الدنيا ماشية ازاي في المدينة ولازم يدور على شغل ووقتها سوريا بيتقصب عليه وبيقوله نجاي حكم البلد كلها وبعدها صاحبه بيستعد علشان يروح مكتبه وبيسلمه فلوس لكن بيرفض وبيارد عليه اشتغل معاه وهيديله داعف ومرتبه ولما بيقوله انت شحات وهتجيب الفلوس منين بيضربه بالقلم على وشه وبيحذره من انه عارض كلامه وساعاتها بنشوفهم في الشارع وفي عربية كانت هتخبطهم فبيروح سوريا وبيخبط عليها وبيتكلم مع صحابها وبيفهامهم النظابت ومشتبه في نمرة العربية وبياخدهم وبيطلع بيهم على الاسم وهناك بيروح لامين الشرطة وبيقنعه النظابت وبيحط خطة معاه وبيخليه حاول يهددهم وعلشان ما يتعمل لهمش قضية لازم يدفعوا رشوة وبعدها الامين بيرجع له من تاني وبيعرفوا اللي حصل وبيسلم لصاحبه فلوس الرشوة اللي خدها وبالشكل ده سوريا بيدل صديقه او المرتب في الشغل معاه وبيعرفوا ان الخطوة اللي جاية لازم يخلي بنت مفوض الشرطة تقع في حبه وفعلا بيروح لها وبيمثل كأنه يعرفها وبيزعق لها جامد وبيقول لها ما تحاولش تكلمه او تقرب منه تاني وبيضحك عليها هي وصاحبتها وبيفهامهم انه مليونير كبير والشترة بتكون مصدومة من طريقة وعملة بتعيط لكن صاحبتها بتروح لصوريا وبتديله رقمها وتاني يوم بنلاقي الشرطة بتحجز على بيوت اهل الحي وبترميهم بر علشان مش قادرين يسددوا الديون بتاعتهم وبعد ما بيمشوا وبينتهي السوريا الفرصة وبيجمع الناس حواليه وبيوعادهم بانه هيخلص كل ديونهم والمقابل يقفوا دايما معاه وصاحبه بيكون مستغرب وبيسأله هنجيب الفلوس منين وبعدها بيروح سوريا علشان يقابل الشاطرة لكن بتكون متضايقة منه وبتعامله بطريقة وحشة وهو بيقتذر لها وبيفاهمها سبب الخلاف انه يعرف واحدة شباهها جدا وكانت بتطرده وبيكتشف منها انها بتحب الرسم والفن فبيكذب عليها وبيقول لها ان ابوه بيحب الرسم لدرجة انه عنده لوحة اللي بيكسه في البيت وفجأة بيجي امين الشرطة وبياخده سوريا على جانب وبيسأله على مجرم اسمه منصاي فبيقول له محبوس في السجن وفي مشاكل بينه وبين الوزير الصابت لاله فبيخليه حددله معاد مع الوزير وفعلا بيروح للمقر بتاعه وبيقابله وبيطرد كل الناس من المكان ومن غير مقدمات سوريا بيعرفوا انه بيحبه ومستعد يساعده في مشكلته ويقتل منصاي في السجن وده مقابل انه يكسب محبته وكمان يديله خمسة مليون لزوم العملية ووقتها الوزير بيوافق على كل كلامه والتاني يوم سوريا بيوصل لحنة كلها مجرمين وبيجر شكلهم وبيسألهم عن واحد اسمه شاكيل ولما بيرفضوا يجاوبوا بيفضل يضرف فيهم واحد ورد تاني ومحدش بيكون قادر عليه او يقف قصاده وبيعرف منهم ان شاكيل موجود في السجن فبيتفق معاهم انهم هيشتغلوا عنده وبيوزع عليهم فلوس وبيؤمرهم يبلغوا شاكيل بقتل منصاي في السجن وفعلا بيبعتوله مرسال وبيكلفوا بالمهمة وتاني يوم سوريا بيروح معرض للرسومات الفنية علشان يشوف شطرة وبيعجب برسمتها جدا وبيكرر يشيريها مقابل 25 الف دولار وبتوافق شطرة وصحبتها وبيشوفها فرصة لان اللوحة ما تسويش المبلغ ده وبيمثل انه نسي دفتر الشكات وبيتفق على معاد يقابلهم فيه علشان ياخدوا الفلوس وفي الوقت ده بنروح للسجن وشاكيل بيئة المنصاي والاعلام بينشر الخبر في كل القنوات ولاله بيكون فرحان جدا وبيستقبل سوريا احسن استقبال وبيوافق يعمله اي حاجة هو يطلبها وسوريا بيستغل الموقف وبيطلب يفتح له شركة ويشتري له عربية وبيت وكالعادة لاله بيوافق على كل كلامه والتاني يوم سوريا بيجتمع مع الاصابة وبيتفقوا انهم هيسرقوا البنك اللي حاجز على بيوت اهل الحي وفي الوقت ده بتوصل شطرة وصحبتها وبيكونوا مستغربين شكل المكان وبيقابلوا سوريا وبيعترف لهم انه في الاساس مش غني وبتتصدم صحبتها جدا لكن شطرة بتفكر في كلامه خاصة انهم كانوا هينصبوا عليه في 8 اللوحة وبيعترف لها بانه بيحبها ومستعد يعمل اي حاجة علشانها وتاني يوم بيبدأوا في تنفيذ الخطة وبيقتحموا البنك بكل زكاء لكن بيسيبوا كل الفلوس في المكان وبيحرقوا كل الملفات والداتة اللي موجودة على سيستم الاجهزة وبيرجعوا الاوراق لاهل الحي وبكده بيكونوا خلصوهم من كل الديون اللي عليهم وبيتحول سوريا وعصابته الابطال وبيحتفلوا بنجاح المهمة وبعدها بنلاقي واحد اسمه سنغ بيقدم بلغ ضد سوريا بانه هدده بالموت وفي نفس الوقت سوريا بيكون مع شطرة وبيحاول يقرب منها ويخليها تحبه لكن بنشوفها متضايقة لانه خداعها وضحك عليها فبيتعصب هو كمان وبيسيب المكان وبيمشي وتاني يوم بتوصل الشرطة علشان تقبض على سوريا لكن بيرفض يروح معاهم بحاجة انه مش واثق انهم شرطة بسبب لبسهم وساقاتها بيدربهم واحد واحد ومحدش قادر عليه او يقف قدامه وبيستخدم قوته الكبيرة ضدهم والناس بتكون وقفة وبتتفرج عليه لحد ما بتوصل عربية الشرطة للمكان وبعدها بياخدوه الاسم وهناك بيقابل المفوض اجي وبيمثل قدامه انه طيب وملهوش في المشاكل وبيجي سنغ علشان يعترف عليه لكن بنكتشف انه سوريا خاطف مراته فبيغير كلامه وبيقول مش هو الراجل اللي هدده ومع ذلك اجي ما بيكونش مرتاح له وبيعمر الزباط يرقبه وبالليل سوريا بيروح للشطرة وبيجيب لها عربية هدية فبتفرح جدا وبتركب معاه وبتعترف له انها بتحبه فبيقول لها لازم تحبيني علشان قدمتلك عربية فبتزعل من طريقته لانه شاكك في حبها وبتفضل تعيط وعمل بتلوم عليه وهم اللي اتنين بيسيبوا العربية لصاحبة شطرة وبيمشوا وتاني يوم بنلاقي سوريا موجود مع لالو وبيفكر ازاي يكسب الانتخابات قصاد منافس اسمه قرون فبيخلي واحد من رجالته يتصل بيه ويهدده لكن بيرفض يسيب الانتخابات ومصمم يكمل فبيبعت رجالته يضربه عليه نار علشان يحاولوا يخوفوه وفعلا قرون بيكون مرعوب وبيتصل بواحد اسمه جديف وبنعرف انه وزير وجديف مستغرب وبيسأل مين اللي عنده الجرأة يتحدى وبيعمر رجالته انهم يقتلوا سوريا وفي الوقت ده بتوصل لاجي كل المعلومات عن سوريا وبيكتشف انه مجرم وبيتصدم اول ما بيعرف ان بنته بتحبه وبيروح لمقر شركة سوريا وبيواجهه بكل الجرأين بتاعته لكن بينكرها كلها وبيقوله انه فتح شركة وبيشتغل في الاستراد وبعدها بيخرج كل رجالته من المكان ووقتها بيكشف ورقه للمفوض اجاي وبيشرح له ان خطته هدفها من المافيا تكون نظام العدلة في البلد وبيعرفه انه مش هيقدر يقزيه لان بنته شطرة بتحبه وتاني يوم سوريا بيعرف خطة جديف وانه عايز يقتله يخلص عليهم ووقتها بيديهم الفلوس والاكل بيكون جوال متفجرات وفاكرينه المرسال اللي هيوريهم سورة سوريا ورئيس العصابة بيسأله عن اسمه وفجأة كل حاجة بتنفجر حواليهم وبيبدأ يضرب فيهم وبيقتلهم واحد واحد وبيتخلص منهم ولما بيحاول يهرب بيلاقي شطرة واقفة قدامه وشافت كل اللي بيحصل وبيسألها اين اللي جابت للمكان فبتقوله علشان اكتشفت حقيقتك وللاسف كلام ابويا تلع صح وساعتها الشرطة بتكون محصرة من جميع الاتجاهات وهو بيحاول يستخدمها كراهينة وبيعترف في انه بيحبها لكن بيرجع في قراره وبيسلم نفسه ورفض الهروب ولما بياخدولي الاسم والزباط بيكونوا حواليه وبيعملوا محاضر بالجرائم بتاعته ووقتها شطرة بتكلم ابوها وبتعرفوا انها بتحبوا وبنشوفها بتعيط لكن بيدخل عليها ناس وعايزين يموتوها وسوريا بيقول لابوها ان هو اللي خطفها وده بيخليه اضرابه وعايز يعرف مكانها وللأسف مفيش نتيجة وبيخرج من الاسم بعد ما كل التهم اتشالت من عليه ولما بيوصل لشطرة بيحاول يشرح لها ليه بيعمل كده لكن كالعادة بترفض كلامه فبياخدها وبيوصلها للبيت بتاعه وهناك بنلاقي الشرطة مستنيين وعلشان يقبضوا عليه لمرة تانية لكن بيطلع مقام من نفسه وخاطف ام زابط منهم كراهينة علشان يقدر يهرب وهكمل خطاتي وهكون رئيس ممبي كلها ومحدش هيقدر يبعدني عن شطرة ومن ناحية تانية ارون قعد مع جديف وبيسأله هعمل ايه في الانتخابات فبيقوله لازم تترشح وهيديله كل الفلوس اللي هيحتاجها وفي نفس الوقت سوريا بيكون مع لال وبيفكر في خطة علشان يجمع بيها فلوس الانتخابات وفعلا بيخلي رجالته يمثلوا انهم موظفين درايب وبيسرقوا فلوس الحملة الانتخابية بتاعت ارون بكل سهولة والاعلام بيحاولوا البطل لانه نصب على رجال الاعمال الفسدين وفعلا بيفوز لاله بالانتخابات وجديف متدايق وبيقرر ينتقم منهم وتاني يوم بيروح سوريا يقابل شطرة في مكان عام وبيحاول يصالحها لكن بيطلع عليهم عصابة جديف وبيحاولوا يقتلوهم ووقتها بيدفع عنها وبيتخلص منهم واحد واحد وبيندمهم على كل حاجة كانوا عايزين يعملوها معاه والشطرة بتكون مصدومة وبتقولوا انا عمري ما هحب قتل زيك وبنشوفها بتعيط فبيهددها لو سبيته هيزود جرايمه لكن ما بتهتمش بكلامه وبتسيبه وتمشي وتاني يوم بيكون متعصب جدا وبيقرر يوسع نشاطه في كل مدن الهند وبيفرد اتاو على كل الشركات ورجال الاعمال وبكده اسم سوريا بيكون انتشر وكل الناس بقيت تعرفوا وتخاف منه وبعد فترة الاعلام بيقول ان قرون هرب وجديف بيقمر رجالته يموته كل اسرته ولازم يوصلوله علشان ما يفضحش اسرارهم ووقتها سوريا بيكلم اجاي وبيعرفوا انه ممكن يساعدوا ويسلموا قرون وفعلا بيخلي رجالته تسلموا الاسم الشرطة وبعدها اجاي بيروح يقابل جديف وبيسأله عن سبب الكره اللي بينه وبين سوريا لكن للأسف ما بيكونش عارف فبيقوله سوريا هو الطفل اللي حاول يقتلك زمان من 18 سنة وبيفتكر وقتها كل حاجة ومن ناحية تانية الحل بيتغير مع سوريا وبيكون شخصية عامة ومحبوبة وكمان بيفتح بنك جديد علشان يساعد بيه الفقرة وتاني يوم سوريا بيكون في حفلة وبيعرف ان حياة شطرة وابوها في خطر فبيطلع يجري وبيروح لبيتهم بسرعة لكن اجاي بيتدرب بالنار وللأسف بيوصلوله بعد فوات الاوان وبيطلب من سوريا يحفز على بنته وينتقم من جديف وبعدها بنروح لجديف اللي فرحان علشان موت الزابط وتخلص من قرون في السجن وفي نفس الوقت بنلاقي سوريا موجود مع شطرة وساعتها بيبدأ يحكي اللي حصله في الماضي وبيعرفهم انه تولد وعاش في امريكا وكان ابوه رجل اعمال ناجح ورجعوا للهند علشان يعملوا مشاريع للفقرة وجديف كان محافظ القرية وسترق كل فلوسنا وقدر يقتل ابويا وامي وخلص عليهم بسهولة وروحت الاسم علشان أبلغ عنه ومحدش اهتم بيا وترامت في الشارع وعشت وحيد وفي يوم جديف كان بيقدم مقتمر وروحت له علشان موته وانتقم لابويا لكن فشلته للأسف في دلعايش وبيوعدهم ساعتها هيرجع حقه من تاني وبعدها سوريا بيبدأ تنفيذ خطته في حكم الهند كلها وبيختار المرشحين للانتخابات وبيعمل حملة كبيرة جدا وبينجح فيها وبيعرف ان القانون في البلد بيمنع أي مرشح متجوز كنين من التقديم للانتخابات ودي بتكون خطة سوريا اللي هيوقع بها جديف وبيخلي مراته التانية تفضحه في وسائل الإعلام وبتكون مخلفة منه وبكده بيتم استبعات جديف وبيفوس حزب سوريا بحكم البلد وبفلوسه بيخلي الإعلام يتكلم عنه على إنه بطل وجاي يخلص الهند من الفساد وبعدها سوريا بيعرف ان جديف خطف شطرة فبيروح للمكان اللي موجود فيه وبيلاقي كل رجال توقفين قدامه وبيقوله بسبب خسرت الانتخابات وعمال بيدربه وعايز ينتقل منه لكن سوريا بيستجمع قوته وبيحاول يدفع عن نفسه وبيتخلص منهم واحد واحد ومحدش بيكون عايش وبيباني انه قوي جدا وبيستخدم قوته الكبيرة ضدهم ووقتها بيمسكه شطرة وبيهددوها بالموت وهو بيخاف عليها وبيكون مستعد يموت نفسه ويسبوها تعيش وهو بيمسك السلاح وبيضرب نفسه بالنار لكن قبل ما يقع بينقذها من ايديهم بسرعة وبيخلص على جديف وبينتقم لموت ابوه بشكل نهائي وساعتها بنشوفه مصاب ومش قادر يتحرك وشطرة عملة بتعيط وخايفة جدا عليه وبعدها بيدخل المستشفى وبيتعالج وكل وسائل الاعلام بتهتمي بيه لانه اصبح اشهر رجل اعمال وبيدر سالة لكل الناس انها تفضل ورا هدفها لحد ما تحققوا ومن هنا بيخلص في المنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوتة وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد